طالما ذكرت العهد القديم أخ يوسف شو راك نبتدي ماذا قيل عن يسوع المسيح أو عن لهوت يسوع في العهد القديم لو آية آيتين طيب يعني عندي على الأقل ثلاث آيات خليني أقول أول آية اللي جيت في شعية 7-14 اللي هي بتتكلم عن المولد العذراء وتلاحظ حضرتك أن هذه الآية مش من اختراع إنسان مش إنسان طلبها من الله كالعادة لكن الله نفسه يقول لنا كده في شعية 7-14 السيد نفسه يعطيكم آية إيه الآية اللي ربنا حيديها للبشر العذراء تحبل البعض بجهالة أو مش عارف إيه بيقول لك شيء طبيعي طم آدم تولد من غير أب وأم وحوة من غير لا 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 ده موضوع كلام ملوش تقدير إطلاقا المسيح مولود المرأة لكن كيف أولد مش من تزاوج رجل وامرأة لكن السيد نفسه يعطيكم آية الشعية 7-14 هو ذا العذراء تحمل وتلد ابنا وتدعو اسمه عما نقول وفي العهد الجديد يقول أهل التي تفسيروه الله معنا يبقى إذن اللي تولد ده إنه ولد من غير أب بشري لماذا؟ لأنه الله معه ما كانش ممكن أن إنسان يتدخل ليجيب يحضر الله من السماء مستحيل لكن الله نفسه أتى في الوقت المعين لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس وإذا أنت ذكرت ثلاث آيات هذه الآية الآية الثانية في ميخة 5-2 لما كلمنا عن بيت لحم وهي قرية صغيرة أعتقد أن لولا المسيح تولد في قرية بيت لحم يمكن كان في ملايين البشر يتولدوا ويموتوا ما يسمعوش عن بيت لحم قرية صغيرة زي أي قرية في أي بلد من البلاد لكن ما بقتش صغيرة ليه؟ لأن الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأذى خرج من بيت لحم وأنا متشوف أزالية المسيح يعني في إشعية الله معنا اسمه في ميخة 5-2 أزالية المسيح خرج من بيت لحم مين ده؟ الذي مخارجه منذ القديم اللي هو أزلي ومين الأزل غير الله نعم كمان في آية أخيرة أحب أذكرها جت في ملاخي أصحاح ثلاثة ونبوة ملاخي دي آخر نبوة في العهد القديم بتهيئ الناس لمجيء المسيح بص مكتوب إيه؟ أصح ثلاثة من ملاخي ها أنا ده أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي مين اللي بيتكلم هنا؟ المسيح المسيح بيقول هأرسل ملاكي اللي هو يحمل مع مدان فيهيئ الطريق أمامي ويأتي بغتة إلى هيكله يبقى هذا الشخص الهيكل ده هيكله وإحنا عارفين أنه هيكل الله يبقى هذا الذي سيولد لكي يهيئ الطريق أمام المسيح هو الهيكل هيكله وبعدين يقول وملاك العهد الذي تصرون به هو ذا يأتي فبشوف في الآية دهت أدلة ثلاثية لما يقول لنا أرسل ملاكي وبعدين يهيئ الطريق أمامي ويأتي بغتة إلى هيكله الملاك الذي تصرون ملاك العهد الذي تصرون به هو ذا يأتي هنا في أدلة ثلاثية على أن المسيح هو الذي البيت بيته والذي الملاك ملاكه وهو يهيئ الطريق إذ سيأتي بغتة إلى هيكله وفي نفس السياق في موضع آخر أعدوا طريق الرب تمام طريق يهوى ونفس الكلمات ذكرها يحنى المعمدان عن يسوع المسيح بالضبط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر